الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنة شمو جزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية بحيث تكون جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئة الكرآن الكريم كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه لمتابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف بزيادة مكافأة المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي مليوني جنيها والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم وأشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان الكريم وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ الكرآن الكريم خلال الشهر الفضيل فضلا عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كالسقوق الأضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية كما تبع رئيس السيسي نشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها والتي انعكست على الزيادة المستمرة في إرادتها حيث تطورت إرادتها خلال عام 2022 إلى حوالي ملياري جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه عام 2014 وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبول الحماية للفئات الأولى بالرعاية وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه لمتابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهوده على توفير كافة سبول الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم ووجه الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة واطلاق المنصات الإلكترونية للغارمين والغارمات مع ربطها شبكيا بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم عرض جهود وزارة التضامن في رعاية الأسر من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة يستقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك يعقبها مؤتمر صحفي مشترك أعلنت سلطات دونتسك مقتل شخص جراء قصف القوات الأوكرانية للمدينة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأوضحت سلطات دونتسك أن القوات الأوكرانية استهدفت المدينة وضواحيها بنحو 128 مغذوفا بالإضافة إلى راجمات الصواريخ مما ألحق أضرارا في البنية السكنية ومرافق البنية التحتية بالمدينة أعلنت وزارة العدل الأمريكية العثور على ست وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ولاية ديلاوير وذكر محام بايدن بوب باور أن وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها وأشار باور إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صدرت تعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس وتضف هذه الوثائق إلى مجموعة من الملفات الحكومية السرية الأخرى والتي سبق اقتشافها في مقر إقامة بايدن ومكتبه بعد إنهاء توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما عام 2017 أعلن رئيس الوزراء النيوزلندي الجديد كريس هيبكنز تعيين كارمل سيبولوني نائبا جديدا لرئيس الوزراء وأعلن هيبكنز تولي سيبولوني منصب نائب رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بعد أن أكد حزب العمال الحاكم تعيينه خلفا لجاساندا أردن كزعيم للحزب ورئيس الوزراء وذلك عقب استقالاتها المفاجئة من منصبه انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فكرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل